خليمي طب حتى يعني أضحك أنا شايف مختلف شوان مع كريم في ماتش الكاميرو نوبوركينا شايف أن المباراة كانت مصيرة دايما في مباراة الافتتاح خاصة في أي بطولة لما تكون المباراة على ملعب المنتخب المستطيف بيبقى هو تحت ضغط فبيبقى يعني بيبقى عايز يكسب أكتر من الأداء طبعا لما ياخد ثلاث نقط عشان كمان البطولة تنجح كمان فإحنا دايما بنبقى دايما مع الفريق يعني إيه ولكن بصراحة المباراة أنا شايف أنها لأ المباراة كانت أفضل طبعا من المباراة التانية بكل تأكيد منتخب بوركينا فاجئنا في أول تلاتين دياب أداءه يعني قدموا أداء هايل جدا كمية ضغط وصراع بدني رهيب الصراع البدني الموجود ده يحسسك أن اللعيبة فعلا في أوروبا كلها جاهزة جاية من أوروبا جاهزة رغم أن ما فيش مباراة ودية اتعاملت لتسعين في المئة من المنتخبات قبل البطولة يعني تسعين في المفيش غير الجزائر وغنال لعب وماتش الباقي كله جاي جاهز فالنهار ده الصراع البدني الواضح في مباراة الكاميرون وبركينا أنا كنت أحسس أن هي معركة معركة ما بين الأسود الكاميرون والخيول طبعا لهم بوركينا فاسوا يعني معركة كانت قوية جدا الشط الأول أول تلاتين ديابة بوركينا فاسوا تفوقت وقدرت أنها تسجل هدف كانت بتعتمد أنها بتقفل وبتلعب دفاع منطقة وبتلعب على الهجمات المرتدة وبتستغل الضربات السبتة نجحوا فعلا من ضربة سبتة أن هم يجيبوا هدف أول ما جابوا هدف توقيت الهدف التعادل للكاميرون كان مثالي في الدية 40 أو الدية 39 من خلال ركلة جزاء طبعا حسبها الحكم اللي دايما بنتفعل بيهل حكم الجزائري مصطفى غربال ووش الساعدة على جمهور النادي الأهلي وعلى النادي الأهلي في مباراة القضية ممكن يعني طبعا حسب ضربة جزاء وبعدين حسب برضو ضربة جزاء تانية قدرت الكاميرون بعد كده ترجع بشكل كويس جدا لسه حاوله في الماتش التاني في الماتش التاني محمود الحكم محمود عشور طبعا يستحق التحية النهاردة صاحب أول طرد في المباراة التانية والغريب بقى يعني أو المسير في الموضوع إيه إن حالة الطرد بتاعت النهاردة ليه دي طرد ليه دي طرد مباشر وليه لعبة على فكرة كان نفس الحكم محمود عشور في مباراة الأهلي وفي يوتشار اللي هي لعبة محمد الشناوي لو جبنا الصور اللي معنا بص حدك هم أربع حاجات يعني أربع حاجات لازم إمتى الفرصة المحققة قدي فيها كارتة أحمر مباشر أول حاجة لاتجاه العام للعب لازم يكون مباشر للمرمى لازم يكون الاتجاه العام ويعني إيه لازم يكون الهجمة مباشرة للمرمى دي أول حاجة النقطة التانية تمركز وعدد المدافعين هل عدد المدافعين اللي حواليه حيلحق الكورة ولا لأ النقطة التالتة السيطرة المستقبلية للمهاجم ده على الكورة هل هو لو كمل بيها هيستلم الكورة هيسيطر عليها ولا لأ النقطة الرابعة المسافة ما بين ارتكاب المخالفة والمرمى دول لازم الأربع شروط يتم توفيرهم عشان ندي كارت أحمر لو استعرضنا الصورة بتاعت الطرد النهاردة هنلاقي أن الطرد واضح جدا يعني ليه؟ لأن هتلاقي فيها الأربع حاجات لاتجاه العام مواجه للمرمى هتلاقي فيها أن تمركز وعادة المدفعين المهاجم رايح الجون السيطرة المستقبلية يعني هو يقدر يسيطر على الكورة المسافة أهي الصورة هي قدامنا بصوا حداك الأربع حاجات أولاً لاتجاه قدام المرمى الحاجة الثانية تمركز وعادة يعني كابتن علي مهير كان بيعترض قوي هنجيبها برضو بس دي أولاً تمركز وعادة المدفعين هو خلاص راح ينفراد السيطرة المستقبلية عكورة هلا هيسيطر عليها ولا لا هيسيطر عليها المسافة ما بين ارتكاب المخالفة والمرمى رايبة جداً ده على كوز تعتبر على حدود منطقة الجزاء يعني وبالتالي هنا كارت أحمر تعتبرش جميع بعيدة لا لا رايبة ده مواجهة للمرمى رايبة جداً هات بقى التانية في اتجاه المرمى بص حدك ديت التانية اللي كانت بعض الناس اعترضت عليها وازايش انها ما ياخدش فيها كارت أحمر دي يا جماعة على الجنب على الجنب يعني اول بند اللي هو لاتجاه العام لللعبة أن يكون مواجه للمرمى مش موجود في اللعبة دي وبالتالي برضو كان نفس حكم الفاركن كابتن محمود عشور في مبارات الأهلي وفي يوت شر فدي نفس اللعبة فهو هنا يستحق التحية عليها ان هو حافظ قانون اللعبة صح ومذكر كويس جداً ان اللعبة زي دي ما تمداش فيها كارت أحمر والنهاردة بيدي برضو جرأة من حكم الفار الحكم ما كانش بيدي انذار استدعل حكم الأنجولي هكتور هيلدر مارتنيز قال له من اديها سبعة في كارت أحمر ودي برضو تحسب ليه حكم الفار كابتن محمود عشور بصراحة ترجمة نانسي قنقر